عندك التعصور وما زال ما سخرش الله في الزواج هدا هو الفعل ديال شعبان اللي عاي يستر زواجك سواء كنتي عازيبة ولا مطلقة ولا أرمالة هاد الفعل عاي يوقف معاك والروحانية ديالها تشهر والأسباب اللي عندي روف هاد الوصفة وعاي تفتح نصيبك ويطرقو الخطة ببك وصفة سهلة ومكونات حتى هي سهلة تبعو معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تنبقو الوصفة وما تنساوش ديروا لايك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجادي السلام لبنات كديرين لمس عليكم أموركم زيانة صحيح تكم لا بس تمتمنى تكونوا كاملين باخر وعلا خير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب معاكم كيف العادة أختكم وحبيبتكم رابعة في فيديو جديد وكيف تعودتم معايا دائما تنجيب لكم الجديد والمجرب ديال الوصفات وقبل ما نبدأ لبنات الوصفة ديال اليوم بالنسبة لبنات اللي نزال ما تشتركوش متنساوش تشتركو في قناتي التانية رابعة الحسنوية الرابط ديالها هتلقاوه في صندوق الوصف وفي أول تعليق والوصفة ديال اليوم هي فال مطردق خاص بشهر شعبان فال غزال بالنسبة لبنات اللي معكس لهم الزواج أو معصر لهم الزواج وخدكونوا قبار في السن وشنو ما كانت الاسباب ديال هاد تعطيل راها تتبطل سواء كان تقاف أو عكس أو سحر أو عين راها تتحيد وعيجيك واحد الحد واحد القوبول وعيجي وك يخطب ويطرقوا بابك وهاد الوصفة راها ماشي غير العازيبات حتى المطلقات حتى الأرمالات يمكن لهم يطبقوها وعيسهل عليهم الله في الزوج الحلال وعيت تفتح مصيب ديالهم لما نقول عليكم البنات شنو عينحتاجوا للوصفة ديالنا ديال اليوم تحتاجوا الواحد الكمية ديال الماء لما البنات يكون دافي تديروا في شي إيناء ويكون دافي الماء اللي عديروا به الوصفة وتحتاجوا الواحد الكمية ديال الورد وكمية ديال الحنة تقريبا واحد الحفنة والحفنة وشي شوية من الورد ومن الحنة وحفنة حفنة نفهوم البينات بالنسبة الورد والحنة غادي نتشريوهم من الماحل اللي يكون مصدهر المحل اللي يكون عليه اللي بعشرة ما تشريوش هة البنات من الماحل اللي مهضلم والماحل اللي ما تيشري من عندوه الثاني شي واحد ضروري المحل اللي يكون مصدهر وتشريوهم بلا متاوية سوف نتعطيها 5 دراهم أو 10 دراهم وتقولوا لي دير لنا الورد ودير لنا الحنة وصافيها البنات ما تسولوش على الثامن يعني بلا متاوية أو بلا مساومة هي ما تسولوش على الثامن عتاخدوا حفنة ولا حفنة وزيادة من كل حاجة الحنة والورد نفهم عليها البنات الورد يابس ها هو كل شي تيعرفوها البنات ها هو الورد والحنة خلاص احتها هي رهها معروفة الحنة وراق دارو ريال بنات الحنة وراق البنات اللي عندهم الورد والحنة في الدار ما تخدموش بيهم غادي تمشي وتشريوهم من عند العطار بلا متاوية ومن الحانوت اللي يكون مصداهر نفهم عليها البنات أول حاجة تنديروها تناخدوا الماء تندفيوه تنديروه في الإناء ديالنا تناخدوا الورد والحنة ديالنا وتنكبوهم في هاد المهادة نفهم عليها البنات وتنبداو نحركوهم بيد دينا تناخدوهم ونبداو نحركوهم بيد دينا وهاد الوصفة لبنات الشرط ديالها الاول هو الطهارة ضروري تكونوا على طهارة هادي اول حاجة ثاني حاجة البنات النية انتوما تنديرو الوصفة وعندكم النية باش يفتحوا الله ناصيب ديالكم وباش يجيكم ناصيب الحالال والزوج الحالال يجي طرق الباب ديالكم ملي تديرو هاد المكونات انتوما تتخلطوا فيهم ونية في قلبكم على الزواج في هاد شعبان ويفتحوا الله ناصيب ديالكم في هاد شعبان انتوما تتخلطوا البنات تتخشيوا يديكم بحال هاكا غير بيديكم وتتبدأوا تخلطوا بيديكم هاد المكونات هادي حال هاكا البنات تتخلطوا هاد المكونات مزيان تتقلبوا فيهم مزيان وانتوما تتقرأوا عليهم وانتوما تتقلبوا بيديكم انتوما تتقرأوا صورة الفاتحة وتتقرأوا صورة الرحمن تهيى مرة واحدة وتتقرأوا صورة الملك وتهيى مرة واحدة هذه القرية البنات التي تقرأوا على هذا الماء و هذا الورد و الحنة ولكن لا تحبسوا من التحريك انتم تتحركوا فيه و انتم تقرأوا صورة الفاتحة صورة الرحمن صورة الملك و عندما تكملوا القرية للصور البنات سوف يكون هذا الماء و هذه المكونات تجعلهم يباتوا في هذا الماء يباتوا ليلة كاملة في هذا الماء لغد لي هالبنات شنو تديرو؟ لغد لي اليوم الغد زي ما تتاخدوا هاد المكونات هادو تديروهم في سطل ديالكم اللي غديندوشوا بيه وتضيفوا الماء ديال تدواش المدافع طبعاً اللي غددوشوا بيه وتتعمرو عليهم سطل ديالكم تتكبو هاد المكونات في السطل وتتعمرو سطل كامل اللي عاكفاكم في التدواش وتتاخدوا هاد البانيو ولا شي حاجة اللي غددوشوا وسطها يعني باش هاد الماء هادا ما يمشيش هاد الماء هادا ما يمشيش في الماجاري و مفهم علي يا البنات غدتكبو عليكم سطل يعني عدوشوا بسطل يا الماء اللي ضفتوا له هاد المكونات وهاد الماء اللي مقرؤ عليها القرآن و ستكبوه عليكم بلا ما يمشي في الماجاري يتجمع في البانيو يعني يدوشو وسط البانيو مفهومة لبنات و من اللي تكونو ده تكبو هاد الماء لبنات عليكم ما تصفيوش مفهوم عليها ما تصفيوش هاد المكونات هالي غاد تكبو عليكم صلي الماء بهاد المكونات ديالو مفهوم عليها بهاد الورد و هاد الحنة و غاد تهبط عليكم ماشي مشكيل هي اللي فيها السر و حتى الاخر و هاد تحتحت و غاد تهبط غاد تخليو هاد شي كيف ما هو بالماء ديالو وتكبو عليكم من راسكم حتى الرجليكم شعاركم و من اللي تكونو كتكبوه لبنات ماشي غير تكبوه الماء و صافي حاولو تبقوو دوزو بيديكم على الحمكم بحال هاد تتكبو اي بلاسة تبيتو فيها دوزو يديكم شعركم خلخلوه تهوب هاد المهادة و دوزو مع النية طبعا مع النية انه يحيد عليكم كل شي اللي فيكم و تيسر لكم اموركم ديال الزواج و يجيب لكم الله ولد الحلال هاد رفال غزال غادي تشوفو العاجبة لبنات عتشوفي النصيب ديالك و عتشوفي الخطاب بإيض بإذن الله شرط إخلاص النية داع البنات اللي داروا هاد الشي اللي هاد راه نجح معاهم وسهل عليهم الله في النصيب الحلال و من اللي تتكملوا بتدوشها لبنات تتجمعوا الماء ديالكم وهو هاد البقايا اللي غادي مينزلوا و ديال الورد و ديال الحنة اللي غاي هبطوا منكم غادي تجمعوا كل شي في شي ايناء و غادي تاخدوا الشي جريضة وتسقيوا به شي وريضات ولا تسقيوا به الربيع راهزوينة لبنات غزال 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 هاد الفال و بالنسبة للحنة و الورد اللي غاي سقليكم في الجسم ديالكم ولا غاي بقى لها سقليكم في شعاركم ما تحيدوشها لبنات و غادي يبس و غادي يطح الراسو خليوا كل ما بقى كل ما مزيان و خلي بقى لكم في شعاركم و غير الحنة و الورد أصلا ما فيهم حتى شي ما ضر عليكم غادي تخليوا احتيي يتحتحتوا بوحدهم اللي غادي ينشف و صافيها لبنات و اللي ما كيف قلت لكم سقيوا به الورد ولا سقيوا به الجردة هادي وصفة لبنات و فال خاص بشهر شعبان ممكنش اللي ندروه من غير شعبان فقط خاص بهد شهر هذا المبارك وبالنسبة اللي اللي تيسولوا على الوصفات و و ايش تتنجح في شعبان نعم اللي بنات تتنجح في شعبان و تتنجح حتى فى رمدان لبنات اللي بغين نخدموا الوصفات ديالهم اخدموهم اه راهم بالعكس في شعبان و رمدان تتكون روحانية زايده على الايام العادية وهذا ما كان لبنات فى هذا الفيديو وتنشكركم بثاف على التفاعل ديالكم وتنشكركم على التتبع وتنحمق عليكم كامل سواء كنتوا جداد او قدام على قناتي وهذا ما كان في هذا الفيديو ونتلاقا في الفيديو الجاي ان شاء الله